محمد الترك يستعد لاستلام حضانة بناته بعد اعتقال دنيا بطمة والتوجه بهما إلى البحرين أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الفنية حيث تم اعتقال الفنان المغربية دنيا بطمة وإيداعها في السجن من أجل إمضاء عقوبتها الحبسية بعدما تم توقيفها من قبل عناصر الشرطة القضائية لكن المفاجأة الغير متوقعة ظهر محمد الترك في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يعلن استعداده لاستلام حضانة ابنتيه غزل وليلى روز والتوجه بهما إلى البحرين يبدو أن محمد الترك يرغب في تحمل مسؤولية رعاية بناته وتأمين مستقبلهما خاصة في ظل غياب والدتهما بسبب الاعتقال هذا القرار يشمل تحديا جديدا يواجهه الترك في مسعاه لضمان الحضانة والاعتناء ببناته بالنظر إلى المادة 171 من مدونة الأسرة التي تمنح الأمة حق الحضانة في المقام الأول ومع تعذر ذلك تتولى المحكمة تقدير الظروف واتخاذ القرار المناسب لمصلحة الأطفال بالتالي يتعين على محمد الترك الالتزام بالقوانين والشروط المعمول بها لضمان حقوق بناته ورعايتهم بشكل صحيح وفعال يبدو أن محمد الترك يسعى للاحتفاظ بحقوقه كأب واعتباراته كوالد وفي ظل غياب دنيا بطمة بسبب الاعتقال يبدو أنه يرغب في تولي مسؤولية رعاية بناته وتوفير الظروف المناسبة لحياتهما تأتي هذه الخطوة بعد قرار المحكمة بطلاق الزوجين ومنح حضانة الأطفال لدنيا بطمة مما يجعل استعداد محمد الترك لاستلام الحضانة أمرا محتملا ومنطقيا ومع توجهه المحتمل للبحرين ببناته يتعين عليه الالتزام بالشروط والأحكام المتعلقة بحقوق الأطفال والحضانة وفقا للقوانين المعمول بها وبالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها عائلة دنيا بطمة يبقى الأمل في أن تجد غزل وليلة روز الرعاية والاهتمام اللازمين من والدهما سواء في المغرب أو في أي مكان آخر يختاره الأب للعيش معهما